هل تواجه صعوبات في تعلم أطفالك داخل المنزل؟ هل تعاني من عدم انتظامهم في التعلم عن بعد؟ إليك 6 خطوات لكيفية تعلم أبنائكم عن بعد بالطريقة السليمة الخطوة الأولى توفير بيئة هادئة ومناسبة للتعلم عن بعد يجب توفير بيئة هادئة ومناسبة بعيدة عن أي مؤثرات خارجية مثل التلفزيون، الجوال، وألعاب الفيديو ويفضل أن لا تكون غرفة النوم أو غرفة المعيشة ويفضل أيضاً طلاء الغرفة بالألوان التي تساعد على التركيز مثل اللون الأخضر أو الأصفر أو المرتقالي الخطوة الثانية أن تجعل الغرفة كالمدرسة الصغيرة وتزويدها بالأدوات اللازمة يجب تزويد الغرفة بالأدوات القرطسية مثل الأقلام ودفاتر ورقية وآلة حاسبة وجميع المستلزمات التي يحتاجها فيما بعد توفير لابتوب أو تابلت وطابعة توفير لوحة على الحائط وتقسيمها كجدول لتدوين جميع الأنشطة والمهام الخطوة الثالثة تهيئة وضع الجلوس على المكتب بالطريقة السليمة يجب أن يضبط زاوية الكرسي بوضعيات التي تجعل طفلك يجلس بطريقة صحيحة وآمنة ومريحة لظهره حتى يستطيع التركيز لأطول وقت الخطوة الرابعة متابعة المعلمين لتطوير مستوى أولادك التعليمي يجب متابعة المعلمين للتأكد من صحة الأنشطة التي تقوم بها لتطوير مستوى أولادك التعليمي والتواصل مع الآباء الآخرين للاستفادة من خبراتهم المختلفة مع أطفالهم الخطوة الخامسة تشجيع أطفالك باستمرار ومكافأتهم على ما تم إنجازه يجب تشجيع أطفالك باستمرار ومكافأتهم ويمكن تنفيذ بعض المسابقات التحفيزية الصغيرة لأن ذلك يدفعهم للتقدم والتطور واستمر بالاستماع لهم ولأفكارهم وتنميتها ويمكنك الاستفادة من هذا الوقت بممارستهم الرياضة أو ممارسة بعض الألعاب الترفيهية والاهتمام أيضاً بتنظيم وقت نوم الطف فالانتظام على النوم في المواعد المبكرة يجعله أكثر نشاطاً وتركيزاً على مدار اليوم مكتبة جرير ليست مجرد مكتبة